أنتم الآن في نشرة الموجودة هذه المبادرات عالت أصوات داخل المغرب وخارجة تطالب بإطلاق سراح معتقلي الرأي ومعتقلي حراك الريف وذلك بمناسبة الفرحة التي عمت الشعب المغربي قاطبة بعد تحقيق أسود الأطلس المركز الرابع بمونديا القطر في سابقة تاريخية من نوعها وجدد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي دعوة المطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف والرأي وكافة الصحفيين والمعتقلين السياسيين وذلك بالتزامن مع الاستقبال الملكي والشعبي الذي خصص للأسود بالعاصمة الريباط في تواصل جديد مع دفاعه في إطار التخابر قال محمد زيان وزير حقوق الإنسان السابق بأنه بخير وبصحة جيدة ولا ينقصه شيء وأكد زيان وفق ما بلغ إلى علم جريدة الحياة اليومية بأنه سعيد جدا لما حققه الأسود بمونديا قطر ولما أبده ناخب وطني وليد الرقراغي رفقة اللاعبين مضيفا بلهجة الدارجة محسن من نفاذ اللحظة غير وليد الرقراغي جدير بالذكر أن النقيب زيان يكون قد أتم أمس الأربعاء 21 من دجنبير الجاري شهرا كاملا من الاعتقال بسجن العرجات إثنان ويعتبر الدفاع النقيب زيان أن موكلهم معتقل تعسفيا لعدم وجود سند قانوني للاعتقال في ردها على بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون التي يترأسها محمد صالح التامك والذي نفت فيه المندوبية تعرض زوجة الصحفي سليمان الرئيسوني خلود المختار لتهديد وأسرتها خرجت هذه الأخيرة لتفضح الممارسات اللا إنسانية التي عاشتها منذ اعتقال زوجها بسجن عكاشا بالدار البيضاء وقالت خلود المختار زوجة الصحفي الرئيسوني في تدويلة مطولة بموقع فيسبوك إن التامك وبعد غياب طويل طويل وبعد سرقة كتب ورواية الصحفي سليمان الرئيسوني وأشياء أخرى خرج خرجة غير متوازنة يتهمها فيها بالكذب مؤكدة بأن خرجته مهزوزة وأضافت المختار بأنه طيلت مدة أسر زوجها عاشت تدافعا قويا مع المندوبية وغيرها من المؤسسات بسبب إخفاء حقيقة وضعيته كمسجون مؤكدة أنها تعرضت لمحاولة الضرب من طرف مدير سجن عكاشا خلال إدراب زوجها عن الطعام عدا عن تجاوزات أخرى كتصويره في حالة حطة من الكرامة الإنسانية والسماح لناشطة فيسبوكية بالدخول إلى زنزانته للتفاوض معه لوقف إدرابه عن الطعام في الوقت الذي منع فيه جل محامي من الدخول إلى السجل لاتمعنان على وضعه الصحي الحرج أنا ذاك حذر الرئيس الفرنسي إمانويل مكخو من عواقب انضمام أوكرانيا المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي وأوضح أن روسيا ستنظر إلى ذلك كخطوة تصادمية واعتبر الرئيس الفرنسي أن السيناريو انضمام أوكرانيا إلى الحلف غير مرشح وقال مكخو في مقابلة مع صحيفة لوموند ستنظر روسيا إلى انضمام أوكرانيا للناتو على أنه تصرف تصادمي وبغض النظر عما إذا كانت أوكرانيا ستنضم إلى الناتو وهذا ليس السيناريو الأكثر ترجيحا فإنه سيتعين على روسيا تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا وأوضح الرئيس الفرنسي أنه من الضروري أن تشمل بنية الأمن والاستقرار في المنطقة ضمانات أمنية ليس لأوكرانيا فقط بل وأيضا لمولدوفا وأرمينيا وأزربيجان جورجيا ثم بيلاروس وأكد أنه من غير الممكن التفكير في أمن هذه المنطقة من منظور الناتو فقط لمزيد من الأخبار زوروا صفحتنا على مباقع التواصل الاجتماعي